زي ما تعودنا كده في بداية كل حلقة بنبدأ بما يقوله الناس إذا صح التعبير ما بحبش كلمة الشائعات بصراحة بحبهاش وما بصدقهاش ولإني أنا شخصيا بحب يعني أبحث كده ورا كل حاجة فما بصدقش يعني إن إحنا كلنا بنصدق الشائعات لكن على كل حال معضينا بيصدق الشائعات فخلينا نقول إن اللي الناس بتقولوا أو بتعتقدوا دي حاجة مهمة جدا ولازم نحترمها ولازم نتعامل معها بقدر من الجدين النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيان بين فيما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذ السفن مصارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة ابتداء من يناير 2023 ببساطة جدا لأن أنا يعني مش عايزة بنقرأ المكتوب تحديدا لكن نفسي أشرح لحضراتكم إيه اللي حاصل ببساطة جدا هيئة قناة السويس وهي هيئة من حقها جدا أنها تقرر رسومها اللي بتطبق على السفن اللي بتعبر من خلالها قالت مسبقا إحنا النهاردة في شهر أكتوبر فقالت أنه الرسوم هتزيد بدءا من 20-23 يعني هتزيد بعد شهرين قدام وده بالمناسبة طريقة محترمة جدا في التواصل وفي التسعير لأنه ممكن مركب جيالي في يناير تبقون بتتحرك شهر الجاي السفن بتاخد شهور في الماء فالهيئة أعلنت ودي يعني طبعا حرياتها وتقدير السعر دي قصة بتحددها الهيئة بناء على الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرات والآليات اللي تواكب سياسات تسعرية والسياسات تسعرية بالمناسبة من ضمنها تقدير رسوم العبور للسفن ده من حق الهيئة كامل للهيئة اعتمادا على الوفر المناسب لهذه الرسوم في الدخل بتحقق السفن من عبورها يعني دخل لقناة السويس ده كله من رسوم هذه العبور وبعض الخدمات التي تقدم للسفن الناس قالت إيه بقى دي للحقيقة بالمناسبة أو ده الفاكت إذا كنا بنقول يعني الحقيقة أنه الناس قالت أنه لا السفن هتتخذ مصارات بديلة بناء على هذا القرار كان مهم جدا أنه نعرف التفاصيل تفاصيل الزيادة معروفة يعني لما هيئة قناة السويس تقول لها يبقى فيه زيادة ما بين 10 و 15% بحسب نوع استفينة فالإشاعة بسرعة اللي عايزة تخوفك وتقلئك من أي تصرف حر بتقوم بيه بلدك أنه السفن هتتخذ مصارات بديلة لكن الهيئة اتكلمت بوضوح عن معلومة أنا بعتقد أنه مهم جدا أنه نبقى عارفينها فيه حاجة كده تخص الرسوم اسمها فئات الرسوم فيه ارتفاع شديد جدا بيحصل فيه فئات التأجير الزمني اليومي والمصطلح ده في حد زيته ممكن يبقى بعضين ما يعرفوش يعني إيه التأجير الزمني اليومي؟ يعني السفن بتتأجر أو بتشتغل بنوعين بطريقتين يعني إما بالتأجير بالرحلة يعني مالك السفينة ده بيأجر السفينة لطاقم السفينة مش لازم يعني يكون كل الشركات اللي بتستخدم سفن تكون مالكة لها لكن هو بيأجر المالك بيأجر لطاقم السفينة يعني إما بحاجة اسمها إيجار بالرحلة أو بإيجار زمني يومي وغالبا ده الشكل المتعارف عليه الأجر الزمني اليومي ده أصلا ارتفع في العالم كله يعني السفينة بتدفع في اليوم الزيادة ده رقم كبير قوي فالوفر اللي بتحققوا من عبرها من خلال قناة السويس بالتأكيد هيكون أعلى بكتير جدا من أنها تاخد أي طريق بديل وبالتالي قناة السويس كمان من حقها تعمل ارتفاع طفيف في رسومها وده ما أعلنته هيئة قناة السويس دي القصة بمنتهى البساطة والمعلومة كمان وتفاصيلها كان مهمة جدا نعرفها فمشكورا مجلس الوزراء كمان النهاردة خرج هذا التوضيح